عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود دفع الحركة السياحية في كل من طابا ونويبع في إطار الجهود المتواصلة لدفع عجلة التنمية في سيناء بمختلف القطاعات وأكد رئيس الوزراء أنه سيقوم بصحبة الوزراء المعنيين والمحافظين بزيارة ميدانية قريبا لمدينتي طابا ونويبع لتعرف على أرض الواقع على المشكلات التي تواجه المدينتين ومتابعة موقف الفنادق المتعثرة وذلك بهدف إعادة إحياء الثروة العقارية السياحية والعمل على بلورة رؤية متكاملة من جانب الوزراء المعنيين لمختلف أوجه التطوير المطلوب تنفيذها على أرض هاتين المدينتين مشددا على أهمية العمل على تشغيل الفنادق المعطلة في هذه المنطقة وأكد استعداد الدولة لاتخاذ أي قرارات تسهم في دفع السياحة هناك